إعادة دمج الهيئة بوزارة الشباب على طاولة بحث لجنة الشباب والرياضة البرلمانية التي كشف مقررها النائب أحمد الفضل عن طلب إضاحات وأرقام تفصيلية من الوزارة تبين إيجابيات وسلبيات الدمج عادة دمج هيئة الشباب مع وزارة الشباب وتسمعنا بريزنتيشن كامل من الأخوة قدموا لنا عرض كامل على الأسباب نحن كانت لنا وجهات نظر في اللجنة من قبل أكثر من نائب الأسباب التي سيقت لإعادة دمج هيئة الشباب هو عدم تداخل الاختصاصات وباب التقشف وغيرها وما تفضلوا فيه الأخوان أن مكتب وزير الشباب يكفي لإعداء الغرض بخلاف أن هذا يطرح سؤال إذا كان هذا الكلام صحيح لماذا أنشئت الهيئة من الأساس؟ ولكن نحن طلبنا إضاحات أكثر وطلبنا الأهم عندنا من دمج أو عدم دمج هو الخطة تعديلات على قانون مكافحة المنشطات الذي أقره المجلس في دور الإنعقاد الماضي كانت حاضرة في اجتماع اللجنة تعديلات الوادة بسيطة جدا على قانون مكافحة المنشطات وصل وعندهم بعض التعديلات كما تعلمون إحنا القانون أقرناه في دور الإنعقاد اللي فات وهو موجود على جدول أعمال الجلسة راجعنا في هذا القانون الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ردت بموافقتها مع بعض التعديلات وأثر هذه الموافقة شفتوه وهو رفع الحظر عن وكالة الكويتية لمكافحة المنشطات لأسبوع الماضي فألف مبروك لهم تداخل الإختصاصات الترشيد وأسباب أخرى طرحها المسؤولين حول إدارة الشأن الشبابي قبلها وجهات نظر مغايرة تنتظر أرقاما وإحصائيات تضع خطة واضحة لحسم قرار دمج الهيئة من عدمه لتلفزيون المجلس أحمد الشمري